بعد 3 ايام من ابوي احمد وهو بيشغل الكهرباء من السد وبعد الكاذب الكثير اللي انتو حضراتكم بعنيكم شفتوه على الشاشات الحكومية والشبه حكومية وشاشات الدول الصديقة اللي بتشتغل لصالح الشاشات الحكومية بعد 3 ايام النازف تقرد تاخد خطوة للامام في الاول بدأوا بالتكذيب فقال لك لا دا السد دا ما يجيبش كهرباء لا لا التربونات دي صيدي ما فقاش ما بتشتغلش لا 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 وقاعدوا يقول لك لا 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 وكأنهم هيغنوها يعني ثم جاتهم الخطة الكبيرة رئيس مجلس دارة الشركة او المدير التنفيذي للشركة الايطالية اللي بتنفذ السد عمل مؤتمر صحفي قال في كلام مهم وخطير منه انه السيوبي هتبيع المياه دي يا جماعة وده واحد يعني من مصادر داخلها في السنين القادم وتسد ده هيبقى طبعا هتبيع لي مين احنا والسودان على اساس ان احنا معنا فلوس اصلا فواضح انه سامح شكري اتعصب بقى اتدايق اتعصب حس بقى انه انت ايه ده احنا هنقعد ساكتين ولا ايه فعمل ايه بقى فقالك طب احنا هنعمل يا رجالة يعني لم الشباب في المكتب والسفراء ودوائر افريقيا عندهم هم دائرة افريقيا ودائرة اوروبا ودائرة امريكا هو بقى تلاقيه سامح بقى اجابش شلته فهنعمل ايه يا جماعة وخد كده بقم كوباية الشاي زي ما انا هعمل فواحد من السفراء برضو اقرش في المهو كده وهم اقل له ايه احنا نعمل بيان نطعف في الاتحاد الافريقي بالتدخل اه والله العظيم هذا واسمح شكري والسفير السفير اللي اقتلع حصل الاختراح والسيد المستشار اللي اعلق الكمبيوتر كتب الكلام ده بيكتشفوا الخريطة من جديد بيكتشفوا دور مصر الاقليمي الهام في القرى الافريقية الكبيرة وبيحاولوا استغلوا الدور الهام ده والتاريقي احنا اللي حررنا افريقيا مسألة مثبتة تاريخيا النظام المصري هو اللي ساعد كلها جبهات التحرف الافريقي فيمكن في دولة هنا او دولة هناك ممكن تساعدنا يعني رئيس الدولة ارفع سمعت التليفون يقول لابي احمد افتح له منابي شوية بس مليار متر مكعب ميا الناس تشرب نص مليار نص مليار متر مكعب الناس تتوضى كده يعني ونفضل احنا مقضينها كده كل شوية كل ما منلاقيش حاجة نعملها نجدب 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 وبعدين نلاقي جنينة الكتب دي تحرقت بنا لانه الحقيقة شمسها يعني شاهم تعم العيون تعم العيون الحقيقة شمسها تعم العيون فقالك طب بنسد بقى الحكاية دي ببيان نطلب فيه من اتحاد الافريقي طلب عاجل طلب عاجل اه بعد ثلاث اياه بتصخر تتهاكم من الحقيقة لا 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 احنا مجرد ما قلنا تفاوض ما الاتحاد الافريقي ابي احمد ايوه طفق قربه انت برضو جاب مولد تاهمي برضو مصرين تحطانوا الموضوع ده انت متعرفش حصل ايه هناك يعني ازاي روكبوا وضرفوا ببعضها ازاي انك القرار الاثيوبي فيه طوال ان العاجل الافريقي العاجل الافريقي ده لو جالك وربنا يعلم احنا عملنا حضرتك عملنا فكرة عبقرية وكان ردنا على ابي احمد هي كان رد اقوى من كده احمد بس سميح بيتهكم على قرار الخارجية تقولك تفاوض العاجل الافريقي ده ازاي عمد لا 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 استنى بس استنى احنا لما يبي اجي ابي احمد قرر ان هو يولد الكهرباء من سد النهضة احنا سكتنا ده احنا قمنا النهار ده الفجر وشغلنا العاجل والدينامو وولدنا كهرباء حتولدك الافريقي في سد النهضة حولدك الربنا في العاجل بص رد في رد انا مش حسيبك اي ابي احمد تنعم ابدا ابدا تقولك اهرباء انا ولد فيهلك من دينامو بتالعاجل الصبح الفجر على طول رد قوي جدا انا بقولك الناس بتنتحش الناس بتموت الناس بتقول جاي الناس ربنا اعلم بحالها غلاء معيشة رغيف ايش وتلاقي العاجلة بعد الفجر والدينامو حد عايش في عالم تاني خالص تماما نهر نيه الحيضية بقى لك ايه المشكلة ما انا وقعت هتعمل ايه معاهم قالك ما انا طلبنا عاما طلب عاجل الاتحاد الافريقى عايزين نقعد معاهم ثم يأتي ابواق النظام تقولك طمينوا جماعة اللي اقول لك ما فيش كهربا الاول فيش كهربا ابعدين قالك لا لا بعد ما جابوا كهربا قالك لا 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 دعوا حضرتك بصراحة يعني من الاخر يعني السدح انهار هيوقع طبعا العالم الكبير الجيولوجي فاروق الباز رد عليهم وانهم عيب يعني ده كلام فارغ يعني 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 عيب ان انتوا تفترضوا افتراضات يعني اه يا سيدي مع كل حاجة قبلة اللي يجي بركان ولا يجي زلزال اللي يدمرها كلها عليها لو وطيها انما فاروق الباز قالك لا يعني ده كلام فاضي بلاش تقوله الكلام ده السد معمول بشكل كبير خلاص وقال العالم الكبير انه بشأن الجدل المطارحة ولان سد النهضة مهدد بالانهيار ان جسم السد كويس وما يتردد بشأن احتمالية انهياره كلام فارغ كلام فارغ فانت النهاردة هتلاقي لا يريد النظام ولا ابواقه لما يقولوا الناس الحقيقة الحقيقة ان هناك من ذهب ووقع وباع نهر النير ولن يتحرك لا سياسيا ولا عسكريا انه ما تحرك حقيقة صباحا واستطاع انه هو يولد الكهرباء من دينامو العالم اشتركوا في القناة